موسيقى أعطيكم ملاحظة جميعا معكم إسلام ياسين طالب هندسة حاسوب إن شاء الله أحب أقدم لكم توتوريالز بخصوص الـ Virilog HDL Hardware Description Language إن شاء الله هذه التوتوريالز رح تكون مقسومة إلى جزء رئيسيا جزء نظري و جزء عملي الجزء العملي هو الأدسم رح نناقش فيه اللي هو كيف تتعامل مع الموديلزين شكل عام يعني كبرنامج وكيف تكتب البلوكس والموديولز إن شاء الله رح نناقش في مدوله قدام بس هذا لا يعني إنك ما تتبع معي في الجزء النظري لأنه ما رح تفهم إشي في الجزء العملي إن شاء الله رح نغطي كل الـ Basics اللي رح تحتاجها يعني عشان تسوي Projects في الـ Virilog تركيزنا الأكبر رح يكون على الـ Combination circuits كبدائي و قسم اللاين أبدأ طيب هون حكيه Libri-log is a Hardware Description Language إذن هي لغة لوصف الـ Hardware تمام؟ على سبيل المثال أنا عندي هذه الـ Digital Secrets عندي Or Gate هون نشبوكي مع And Gate على سبيل المثال عندي Two Inputs للـ And Two Inputs للـ Or هون الـ And Gate هاي فيزيكلي موجودة والـ Wire الواصل بينهم أيضا موجود فيزيكلي يعني بشكل واقعي و الـ Registers اللي أنا بأخذ منها الـ Inputs أيضا هي موجودة فأنا بوصف شيء فيزيكلي موجود هاردوير ولكن هي ليست لغة برمجة تمام؟ هي بتشبه في الـ Syntax لعني لما يجي نسوي البلوكس والموديولز لقدام هي كـ Syntax بتشبه لغة C تمام؟ ولكن هي ليست لغة برمجة الآن تنطيش سريع لهذا الشكل الموجود عندي يعني على سبيل المثال أعطاني بدي يعمل Summation لـ 2-bit binary تمام؟ على سبيل المثال هيك يعني أنا بدرس الشكل هاد تمام؟ ممكن يخطر بالي إني أنا أبدأ أجمع مثلا والله أول 1-bit 1-bit الـ LSB مع الـ LSB مثلا باجي بحكي بدي أعمل أولي فيه هاف أدر هذا البلوك مثلا سويته سويت فيه هاف أدر تمام؟ بعدها بدي أجمع والله هذولا المثلا الـ MSB هون ليندي مع بعض تمام؟ هاي كمان هاف أدر وبدي أجمع معاهم من الكري أوت اللي بيجيني من هاف أدر الأول بدخلوا CN مثلا على هاف الأدر الثاني تمام؟ يعني تلقي السريع نشوف الباجل بعضه طيب زي ما حكينا قبل يعني على سبيل المثال المثال نفسه اللي حكينا فيه عندي يبدأ أجمع 2 bits binary تمام؟ حكينا أنه ممكن نسوي هاف أدر هون فول أدر تحت بأخذ من هاف أدر الأول بدخلوا على CN على الفول أدر هذا تمام؟ ولكن هذا عنديUnclamation وهذا أيضا Med分 آني هذا يعني هذا block اسمه 沒有 negade الشكل كله ياته موديول الذي يصبح بنهاى 2 bits Binary FullOther تمام هذا بالبساطة الشديدة سنشوف المثال اللي معطيني اياه هون مثلا هو عامل OrGate و Not Inverter و AndGate طيب بحكي لي انه هذا البلوك كامل زي ما حكينا هون البلوك كامل هذا اسمه Module بس الموديول نفسه بيحتوي ايضا على موديول بداخله فاذا هاي دي OrGate ايضا موديول يعني بتكون الى Description خاص فيها تمام و الان فيتر كذلك و الان نفس الشيء عنا Three Types من Ports Ports يعني مداخل ممكن يكون Input يعني اسم المثال زي هون ال Or هذي Input ال Output على سبيل المثال خلينا نحكي هون هذا اسمه Wire قديم نفصل عنه هنا Output تمام هنا Input و ممكن ايضا بنفس الوقت يكون Input و Output كيف؟ يعني مثلا بدي ارجع مثلا ال Output اللي بتطعمي من هون بدي ادخله على OrGate هون هيك هذا تصفر بالنهاية Output و Input في نفس الوقت طيب هون عندي بيحكي لي انه في اشي اسمه Black Box اختصار شديد شو يعني Black Box مثلا انا بعطيك البوكس هاد احكيلك انه هاد بسوي عملية Oring تمام؟ انت اللي بهمك كشخص انك تعطي ال Input يعطيك ال Output داخليا كيف معموله Design هاد الشيء لا يهمه تمام؟ هذا معنى Black Box وهو By the way يعني Level من Abstraction تمام؟ تمام نيجي الان يعني ممكن في ناس لسه بتسألوا شو يعني موديول خلينا اقرب لك اياها مثلا الناس اللي اخدوا بايثون لما كنا نيجي نعرف function كنا نحكي def بعدين اسمه function بعدين نفتح اقواس تمام؟ بعدين نعطيه البرامتر الصح ها سيبيني مثال A و B والذي اخدوا C أو C++ تمام؟ كنا بالبداية لما نيجي نعرف function نحكي نحط data type بالبداية بعدين اسمي function بعدين البرامتر تمام؟ وحكينا انه الفيريولوج قريبه جدا من السنتاكس تبع C فعندي انا هون كReserved Word اللي هي الموديول هادا general food تمام؟ للبلوك او للموديول هاي 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 لازم تكون موجودة مش باختيارك لما تيجي تسوي بلوك بعدين عندك اسم البلوك اللي انت ذاك تسويه بعدين تفتح اقواس البرامتر وداخليا جوه البلوك بتحدد انه هاي input والoutput تمام؟ بعدين تكتب بقية البروغرام خلينا اكتب بروغرام سريع وارجع هذا شكل بسيط بلوك بسيط عندي حكينا الموديول هي Reserved Word اسمي الموديول عندي يعني بعطي indication عن اللي بدي يسويه هذا الموديول عن اللي راح اكتبه داخل هذا الموديول تمام؟ بس هو مش مقياس يعني انا ممكن احطهن اسميه and وهو انتيرن اللي اصلا بسوي عملية وارجع تمام؟ فمش مقياس بعدين نفتح اقواص بنحدد البرامتر مثل عندي 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 وارجع 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 لا تتبعوا كثير بعدها يعني كله راح نجيب بالتفصيل خصوصا بالموديل بس يعني مبدئيا بدنا نعمل احنا هذا البروغرام معمول يعمل اورنج تمام؟ بدنا نعمل اورنج بين A و B فبحكي A اور B ونجيب بعدين كمان للSymbols هذا معناه اورنج A اور B ونعمل assign لمن للX يعني الرزلت من A اور B ونضعها بالنهاية عندي اند موديول لازم تكون موجود عشان اسكر البلوغ واي اشي انا بدي اكتبه بدي يكون بين اند موديول والموديول تمام؟ في شيء اللي نسيت اناوه عليها انه ال خصوصا بال زي الموديول مثلا اند موديول تمام؟ هون الدكتورم خربت حاط اي كابتل فهاي راح يعطي عليها ايرور اصلا فهاي اسمون اوكي 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 حكينا قبل شوي لما يكون عندي موديول داخل موديول زي هون خلينا نشوف مثال عليها يعني مثال عملي عليها عشان نعرف الميز طبعا هذا البيج راح نعمل عنها سكيب لانه اخذنا مثال مفصل عنه يجي هون 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 الور هاي لحالها موديول والنت هاي لحالها كمان موديول والاند هاي لحالها كمان موديول لما اجمعهم كلهم مع بعض كمان هون موديول فهون بسويلي موديول اسمه ايش سي سي تي هادا بجمع لي كل الموديولز هادول بس ممكن انت تستعمل يعني ما تنشئ موديول انت خاص فيك اسمه or ممكن تستعمل بلاك بوكس او فونكشن جاهز اسمه or تمام يعني زي هون نبعطي الاسم اللي بدك ياه تمام الامبو البرامتر اللي معطيني اياهم ال a وال b وال c عندي ال c output ال input رح يكونو ال a وال b تمام بدعم عملية oring بين ال a وال b واخزن ال result 2 في ال wire 0 رح نرجعنا حكينا عن ال wires هون مع انه موضوع يعني لسه لقدام شوية هنغطيه بس بنرجع نحكي عنه ال wire بخزن فيه قيم مؤقتة بتقودني لل result هي ما بتهمني ولكن بتساعدني اني اوصل للناتج اللي انا بديه اللي هو قيمة c تمام يعني بشكل بسيط وسريع جدا عملنا عملية oring بين ال a وال b تمام خزن ال result في ال w 0 بعدين رحم العملية not او inverting المين لل b بيجي هون هاي ال operation رخم 2 تمام بخزن لي ال result 2 في ال w 1 هون خزن ليها في ال w 1 بعدين بعمل لي كمان عملية ending بين ال w 0 ال wire 0 و ال wire 1 بخزن لي ال result 2 في ال c في ال c عندي قيمتها صارت جاهزة وهي يعني ال output وبسكر اللي بلوك اعمل end module وهذه بشكل بسيط خلينا نشوف في المثال هذا لو غيرت أماكن الموديول اللي استعملتهم داخل الموديول الرئيسي هذول أو ال operations هذول لو غيرت أماكنهم هل في تغيير رح يصير على ال output هل هذا الشيء غلط ولا لا طبعا هذا الشيء مش غلط ورح نتبت هذا العمل خلينا نمشي على المرتبة أول إشي عمل oring بين ال a وال b خزنت القيمة في w0 وهي أول operation ثاني operation عمل not لل b خزنت في w1 وهي ثاني operation وردي هذول القيمتين صاروا معي تمام فبعمل operation رقم 3 كل أريحي وما في أي مشاكل طبعا نشوف لما اللي خبطهم شو بصير عندي طبعا شكل السيركيت ما رح يتغير يعني هو هو أول إشيعمل عملية not لل b تمام فهي ال operation رقم 1 ما فيها مشاكل لأنه a وال b هما أصلا inputs تمام فما في مشكلة عندي قيامهم معي فبعمل عملية not لل b هاي أول operation ثاني operation بدي أعمل ending بين wire 0 و wire 1 wire 0 طبق قيمته مش معي فبيروح بعمل العملية اللي بتعطيني يعني الرزل تبعها W0 تمام شو هي ال operation اللي هي عملية تمام فبروح بعمل عملية أول إشي بعمل بين a وال b هاي صارت ال operation رقم 2 تمام هيك صارت معي قيمة ال W0 قيمة ال W1 أوجتها من ال operation 1 بعمل بينهم عملية ending فهاي بتصير ال operation رقم 2 3 وما في أي مشاكل طبعا منطقيا يعني الواحد لما يجي يعمل design رح يبلش من simple form ويبلش يزيد يعني مثلا عندي 8 bit full adder تمام أكيد ما رح أبلش بال 8 bit بانتهت يعني ما حابل ليش أول شيء مثلا أعمل design half adder بعدين من half adder أعمل full adder تمام 1 bit full adder من 1 bit full adder أوصل لل 8 bit full adder تمام وهيك يعني صوص ال constant عندي هذا الشكل العام عشان أكتب فيه أي constant تمام بداية عندي size شو size مثلا عندي هذا الرقم تمام هذا size كم إله 4 bit يعني ال width إله عندي 1 2 3 4 bit يعني size 4 لدين عندي هون single quote فهاي جدا مهمة لأنه بدونها رح يعطيني error فراح يكون عندي single quote لان منشوف العندي بعدين ال base لدين عندي number عشان نكتب constant في ال virilogue يعني على سبيل المثال عندي مثلا هذا الرقم بدي size يكون ثلاث بحط single quote وال base شو بدي إياه في عندي 8 bases عندي binary octal hexa decimal تمام في عندي كمان signed binary signed octal signed hexa signed decimal الآن غالبا ما رح نتعمل ما هو يعني خلينا على بحطة unsigned ف مثلا أنا بدي إياه يكون binary بعدين بكتب الرقم هنا يعني مثلا أنا لو عطيته رقم واحد بس زي هيك رقم واحد هيك بس أنا محدد لهون size كم ثلاث شو رح يساوي رح يعمل fill لل two bits اللي ضيلات بال zeroes فإذا كان عندي number مثلا one أو zero بعمل fill بإيش zeroes لو كان عندي number يعني هيا حطت المعلومة هاي هون هون إذا كان one أو zero بعمل fill بإيش بزيرو إذا كان عندي x اللي هو النون بعمل fill بإيش بعمل fill بالإكس بأنون نفس شي لزيل high impedance z بعمل fill برضو بزي وهكذا الآن نشوف exam بزي عليها قبل ما ناخد أمثلة شلينا نحكي إنه ليش لازم بس أكتب ال constant أكتبه على هذا الفورمات أو على هاي الصيغة يعني مثلا بجيني واحد بحكي لي طب ليش ما أكتب ال binary زي هيك وخلص هو بفهمني أو أكتب ال decimal بهذا الشكل بحكي لها بكل بساطة إذا أنت ما حددت له شو الباس فهو باي ديفولت رح يكون ديسيمر وإذا أنت ما حددت له شو السايز فهو رح يأخذ سايز رجيستر كامل كيف يعني رجيستر كامل ما إحنا اللي عرفنا بس إنه رجيستر بكون ومبت كمان شوية رح أحكي لك كيف بنعمل رجيستر بتكون أكثر من بت بلبس نوتاشن تمام خلينا نأخذ أول مثال أول مثال بحكي لي عندي السايز المنزل 6 بت والبيس بينيري عندي هذا الرقم أولاي دي 6 بت مش بحاجة فخلاص بنزل زي ما هو مثال اللي بعدو عندي ثمانية بت بس هو هون معطينا الرقم من أربعة بيت فضعم الفيلد حكينا إذا بكون 0 أو 1 بنعمل الفيل بأيش بزيروس فهنا نعمل الفيل بفور زيروس وهنا نفس الشي بنعمل الفيل برضو بفور زيروس وهنا عندي السايز فور الباس بايناري بس هنا عندي إيش عندي أنون إذا كان أنون شو بنعمل فيلد بنعمل فيلد بأنون فمنزيد أنون واحد لأنه السايز أرقم هون عندي سايز 16 بيت هكسة وعندي رقم من هون من 12 بيت تمام؟ كل 1 بيت بالهكسة بسوي 4 بيت بالبايناري فبضل عندي 4 بيت بعمله فيلد 0 هدول الفيل وهدو باقي الرقم هون زي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي فما يكون عندي رقم مفرد زي هيك بنعمله معاملة إيش؟ معاملة الديسيمل الباس باي ديفولت يكون ديسيمل السايز يعني هون هاي تحويلة الديسيمل تمام؟ السايز رح يكون إيش؟ سايز الريجيستر كامل عشان هي يكون ما حدد لي كم زيرو وحيكون بس نحكي كمان شوي عن الباس نوتيشن رح تفهم شو كذب الزبط هون عندي السايز 5 باس أكتل خمسة وثلاثين عادي ما فيه اشي تحويل سكستين هكسة بس هون عندي أنون فبناعمل يعني عندي أول رقم إكس وعندي خمسة عشر بيت هدول أنون نعملهم فل بأنون هون بالهاي إمبيدنس نفس الشي أول واحد الزد هاي إمبيدنس وعندي سبعة هدول عملتي لهم فل خلينا نحكي عن الباس نوتيشن عشان تفهم شو كذب الزبط هون لما حكيت لك بحسب سايزي الريجيستر هون لما حكينا عن هذا المثال يعني سبيل المثال هاد عندي أدر بدي يجمع لي أربعة بيت كل ريجيستر أو كل خلينا نحكي variable هون هايخزن كم وان بيت يعني لو عندي هذا الرقم نحكي الآي زيرو راح تخد زيرو 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 وراح تخد وان عشان أجمع أربع بيت مع أربع بيت كم احتجت ثماني بيت ثماني ريجيسترات هون وأربع ريجيسترات للعود يعني كم ريجيستر بالمحصلة 12 ريجيستر عشان أجمع بس أربع بيت مع أربع بيت طبعا هذا الإشي مش منطقي عشان هيك أنا بحتاج بس ريجيستر واحدة للإيموت الأول ريجيستر ثاني بالرجيستر الثاني للإيموت الثاني ورجيستر واحدة للأوتبوت فعشان أمثل إنه ريجيستر واحدة يكون إلها السايز أربع بيت شو بحكي يعني عندي إيه تمام حتى بالإندكسينج أنا بدعم الإندكسينج عندي 4 بيت تمام هذه البيت رقم إيه رقم زير وهي البيت رائعي رقم 1 2 3 فأنا باجي بحكي إنه السايز كم راه يكون إلهام مني الثري الزيرو تمام تمام هذه هيك أنا عرفت ريجيستر السايز إلها فور بيت نفس الشيء لا بي ولا سي ولا سي طبعا انتبهوا إنه اسمي الرجيستر بيكون بعد السايز دبعها مش قبله لأنه قبله بتصير هاي الرائي مش ريجيستر تزير تزير ل السي هيك أنا اختصرت على حالي بدل ما أعرف 12 ريجيستر أعرف ثلاث ريجيسترات يقوموا لي بنفس الوظيفة اللي بيقوموا فيهم الـ 12 ريجيستر تمام هيك بنفهم الكلام هاد لو رجعنا على المثال القبل هون لما حكينا إنه حسب سايز الريجيستر على فرض إنه عندي أنا الـ A السايز الها كم مثلاً عشرة فتتكون من تسعة فالزيرو هيك عشرة بيت السايز الها عشرة طب تحويل الـ 24 أنا ببدأ أحطها مثلاً دعمل أساين لقيمة الـ 24 في الـ A شو رح يصير عندي رح أخذ أول خمسة بيت هدول تحويل الـ 24 أول خمسة بيت وان وان ثري زيرو والباقي رح يكون زيرو يعني رح يكون عندي كمان خمسة صفار هون زيروز عشان هيك هون ما حدد لي كم من زيرو رح يكون عندي فهذا حسب سايز الريجيستر لو كان سايز الريجيستر مثلاً 12 هيك بصير 13 أوكي 13 بنعمل فل برضو بـ 30 وهكذا حسب سايز الريجيستر ها برحكي طب عنا أربع قيام محتملة سواء للريجيستر أو للوير تمام؟ عنا وان بالبداية مين قتس هاي أو بمعنى اون أو closed circuit أو الزيرو بمعنى لو أو أوف أو أوبن سيركت وعنا الزي معنى فلوتينج أو هاي إمبيدانس بمعنى انه هذا الجزء معزول عن الدارة والإكس بمعنى انه عن نون غير معروف هذول الجزئين بعطوك إنديكيشن انه في عندك اشي غلط في الشغلين لو شفتهم في الأوتبوت اكيد انت بشغلك ما رح تبحث عن ريزلت يكون عندك زي أو اكس بمعنى انه شيء غير معروف لا أكيد كنت تنتظر ريزلت مثلا 1-0-1 أو حسب السيركت لعندك فهذول بعطونه إنديكيشن انه في عندي اشي غلط في شغلي لو شفتهم في الأوتبوت بالفيليلوج عندي 2 data types عندي وير وعندي register شو الفرق بينهم؟ حكي لي بالبداية الوير تمام؟ يعني مثلا أنا عندي سويت 2 modules مثلا هون or or gate وعندي كمان and gate سويت 2 modules هون and وهون or عشان أعمل connection بينهم يعني أنقل ال data من or gate هاي لل and gate هاي نبي حاجة connection فهذا ال connection شو راح يقوم؟ راح يكون وير الوير فالوير ما فيه ميموري عشان يخزين لي هاي ال data هو وظيفته بس فقط أنه ينقل لي ال data من هون من هون لهون تمام؟ وحكي لي كمان إنه ال default data type إذا أنا ما حكيت له إنه هذا وير فهو باعتبار by default إنه هذا وير تمام؟ one bit وير زي هون عشان بالمثال هذا أنا ما حكيت له هون إنه هذا وير بس هو by default خلص إذا إنه هذا مش register هو راح يكون إيش؟ راح يكون وير one يعني طوله كم one bit تمام؟ هذا بخصوص ال wire أما ال register فأنا بكون عندي خلينا نحكي هون مثلاً Inputs أوكي هذه القيم بتتغير تغير duration يعني مثلاً أول duration أنا حكيت قيمتها مثلاً 50 nanosecond بعد ال 50 nanosecond تتغير القيم هاي قيم ال input قيم ال output بناءً عن القيم اللي أنا راح أعطيها فهذه ال register راح تحتوي على إيش؟ راح تحتوي على اللي هو storage عشان تخزيني القيم هاي وتتغير بناءً على كل duration بناءً على ال value اللي أنا راح أعطيها نعم 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 نعم